لا شك أن شعرك هو سر جمالك وتميزك وبجماله تحفظين على مظهر يومي متألق جذاب وذلك من خلال الاعتماد على عدة خلطات صحيات للحفاظ على شعرك قويا متألقة ولأن مزيج لبان الذكر وزيت الزيتون يحمل فوائد عديدة للشعر نعرفك اليوم على فوائده واستعمالاته لمظهر حيوي مميز لشعرك ما هي أبرز فوائد زيت الزيتون ولبان ذكر للشعر يساعد لبان الذكر على تحفيز نمو الشعر وعلاجه من التساقط وتقصف وقشرة الرأس بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الشعر ولمعانه وزيادة كثافته ونموه إلى جانب طنشيط الدورة الدموية في فروات الرأس ما يسهم في وصول المواد الغذائية للشعر بسهولة أما زيت الزيتون فهو يمنحك النعوم والترطيب لأنه غني بفيتامين إي لذلك فهو يخلص كمن الشعر المتقصف والخفيف من خلال الفارق بعد التدليك ويستخدم خاليط لبان الذكر مع زيت الزيتون في طنعيم الشعر وفرده وترطيبه بعمق حيث يصبح ملمسه حريرية مع ترطيب الشعر بعمق وتقوية بصيلاته كما يعالج هيشان الشعر بشكل فعال ويمنحه نظارا والمعانا طريقة تطبيق خاليط لبان الذكر مع زيت الزيتون للشعر للاستفادة من زيت لبان الذكر يجب أخذ ملعقة من زيت لبان والدليك فروات الرأس بها جيدا وتركها على الشعر من ثلاثة إلى خمس ساعات ويمكن أيضا وضع زيت لبان الذكر على الشعر قبل الذهاب للنوم ثم غسل الشعر بالماء الفاتر في اليوم الذي يليه ويجب استخدامه ذي الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتائج الفعالة ويمكنك تطبيق ماسك لبان الذكر على شعرك عن طريق خالط زيت لبان الذكر مع أحد الزيوت الأخرى مثل زيت الزيتون ومن ثم تدلكه على فروى الرأسك بحركات دائرية وبعدها إشط فيه جيدا بعد ثلاثين دقيقة بماء دافئ وتمتع بعدها بشعر رائع ومذهل ونذكرك دائما بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك داخلي عند المعصن أو جزء صغير من فروات الرأس قبل استخدامها على فروات الرأس كافة وشعرك بكامله تجنبا لتحسس الجلد من المكونات المذكورة ماسك لبان الذكر مع زيت الزيتون للشعر لماسك فعال أخلطيه به المكونات معه وزعيها على شعرك من الجذور إلى الأطراف ضعي حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق لبان الذكر مع كواب من الماء الفاتر وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويمكنك إضافة الكمية حسب طول الشعر بعدها يمكنك تغطية شعرك بخطاء بلاسة يوكاي ثم ترك الخليط لمدة أربع ساعات منقعة على رأس ثم إغتسليه بالماء الفاتر والشامبو وتمتع بشعر رائع وميز ترجمة نانسي قنقر